وكذلك حلقوا الرأس عبودية وخضوعا لغيره والله سبحانه وتعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين وقد أثنى عليهم بهذا الوصف مما يدل على أنه من شعائر الحج ومن شعائر العمرة وقد عده أهل العلم من واجبات الحج واجبات العمرة حلق الرأس أو تقصيره والحلق أكمل بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة فالحلق أكمل من التقصير وكل منهما عبادة لله عندما يزيل الشعر الذي على رأسه حلقا له أو تقصيرا متقربا بهذا لله سبحانه وتعالى هذه عبودية فمن جعل ناصيته أمام مخلوق من المخلوقات وحلق بين يديه رأسه أو قصر رأسه ذلا لذلك المخلوق أو توبة بين يديه فهذا من السرك فهذا من السرك